امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان واشات سيادته بالعلاقات التاريخية اللي بتربط بين مصر وسلطانة عمان واللي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات زيارة السلطان هيثم بن طارق السعيد بتؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات المتميزة اللي بتحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بكل تأكيد زيارة مهمة هنقرأ تفاصيلها مع ضيفنا في الستوديو دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجالة أكتوبر وابة وابة دار المعرف صباح الخير عليك دكتور نوانا صباح الخير عليك صباح الخير عليك يعني في البداية أهمية هذه الزيارة ونحن نتكلم عن وقت دقيق بيامربي العالم ونحن نتكلم عن المنطقة العربية فقط لكن قراءة حضرتك لهذه الزيارة ودريلتها في هذا التوقيت خاصة أن هذه هي الزيارة الأولى إلى بلد عربية خارج منطقة الخليج يعني خلينا الأول يعني أول حضرتك أنه الزيارة اللي بيقوم بيها جلالة سلطان هيسم إلى القاهرة بصفتها الزيارة الأولى فعلا خارج منطقة الخليج العربي منذ توليه بتدلل على الجزء مهم جدا في العلاقات المصرية العمانية وهي أنه عمان علاقتها بمصر ليست علاقة عادية لما هي علاقة قوية ممتدة أصلا تاريخيا ويمكن في العصر الحديث زادت عن الخمسين سنة من العلاقات السياسية بين الدولتين أكبرنا السنة اللي فات تقريبا بمرور خمسين عام على العلاقات طبعا في نقطة مهمة جدا في العلاقات ما بين مصر وبين عمان أنه فيه تطابق في العلاقة ما بين الشعبين نفسهم مش بين القيادات السياسية فقط إنما بين الشعبين بين الشعب المصري والشعب العماني فيه تطابق في عاداته وتقاليده ويعني أسلوب حياة بين الشعبين حرص جلالة السلطان هيسم على زيارة القاهرة في التوقيت ده تحديدا ده لأنه فيه تطابق أيضا في الرأة السياسية بين الدولتين يمكن لو إحنا رجعنا العلاقات السياسية بين الدولتين هنلاقي عمان من أكثر الدولة العربية مسندة للدولة المصرية يمكن ده يشوفناه في أزمات كثيرة جدا خصوصا في أزمة المقاطعة ويمكن فيه جملة شهيرة جدا معروفة قالها جلالة سلطان قبوس رح نطلع عليه لما قال مصر لا تعزل ولا تموت لما حصلت المقاطعة بعد ما مصر بدأت تاخد خطوات باتجاه اتفاقية السلام عمق العلاقة دي هو اللي خلى حرص جلالة السلطان على زيارة القاهرة في هذا التوقيت فيه أزمات كبيرة جدا بتضرب العالم وبتتأثر بيها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى أنه فيه تطور كبير حصل في منطقة العربية فيه حرص على إعادة اللحمة مرة أخرى إلى المنطقة العربية فيه تبادل رؤى بين الدولتين بين الرئيس عبد الفتح السيسي وجلالة السلطان يمكن ده شفناه فيه كمان في الاستقبال شفناه ليه جلالة السلطان بالأمس والمدفعية لما ضربت 21 طرق ده تأكيد على اعتزاز مصر بهذا الضيف الكريم الذي حل على أرض مصر صحيح تلت ملفات مهمة جدا كانت موجودة وتمت مناقشتها بالأمس هناك ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي وتبادل التجاري ما بين الدولتين ووضع الجالية المصرية الموجودة هناك لتسهم في عملية التنمية في السلطنة هناك ملف آخر متعلق بالانفتاح العربي على إيران وده ملف غاية في الأهمية بالإضافة أيضا إلى العلاقات بشكل عام بين مصر والسلطنة وتأثرها على القضايا المختلفة والشائكة الموجودة في المتسويت قضايا المنطقة بشكل عام لكن عايزة أعرف من حضرتك أهمية هذا التوافق ونعكاساته على تحقيق رؤية الدولتين رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة التي وضعها سلطان قابوس 20 أربع شوف عايزة أقول لحضرتك حاجة يعني يمكن من ضمن ملفات لحضرتك ذكرتها ملف مهم جدا وهو العلاقات مع إيران السلطنة ما يميزها في علاقاتها أن هي عندها توازن شديد جدا في العلاقات مع كافة دول المنطقة يمكن ده بيبقى مدخل مهم جدا لأزمات كثيرة لجد حل لها ده بيخلينا نقف عند نقطة مهمة جدا وهو أنه فيه أزمات ضربت في منطقة العربية خصوصا منطقة الخليج العرب كانت عمان لها دور كبير جدا في حل هذه الأزمات أو حل حالة هذه الأزمات ده بالإضافة لنقطة مهمة مصر بتحرص بشكل كبير جدا على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لأنه ده مبدأ أساسي في الدبلوماسية المصرية نفس المبدأ موجود فيه عمان عمان بتحرص على أنه الشعوب تنعم بحالة من الاستقرار والسلام عشان تحقق تنمية حقيقية تطابق الرؤية دي في هذا أو في هذا الإطار بيخلينا دايما العلاقات ما بين مصر وعمان من العلاقات القوية والمتجزرة نيجي لنقطة تانية وهو الملف الاقتصادي ملف الاقتصادي أصلا في العلاقات بين مصر وعمان مش في الفترة أو في العصر الحديث فقط نعم لا ده هو ممتد الفترة طويلة جدا يمكن بنقول لأكتر من 3.000 يمكن السيد الرئيس تحدث عن هذا الجزء بالذات وقال إن احنا امتداد العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وعمان من أكتر من 3.500 سنة البعض يعني ممكن ما ياخدش بيالهم النقطة مهمة جدا احنا مصر قديمة لما كانت بتقوم باستيراد اللوبان من عمان اللوبان ده بيدخل في صناعات طبية كتيرة جدا ولذلك احنا لما نشوف حجم التبادل التجاري بين الدولتين هو اللي يخلينا نقول إن الملف الاقتصادي بين مصر وعمان ليه وصل للمرحلة اللي احنا شايفينها نحن بنقول عليها إن احنا النهاردة حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل لحوالي مليار ومئة مليون دولار في 22 وده حصل يعني حقق زيادة كبيرة جدا حوالي 64% عن 2021 وده برضو بيرجع ليه يمكن الزيارة اللي قام بيها السيد الرئيس في يونيو 22 لسلطانة رومان يمكن دي برضو كانت أول زيارة ليه لسلطانة رومان بعد تولي جلالة سلطان حيسر في زيارة 2018 تقريبا دي كانت في فترة زيارة كانت في فترة سلطان قبوس رح نطلع عليه خلينا يقول لحضراتك إنه بعدها اتكون المنتدى رجال الأعمال المصري العماني واللي يمكن اجتمع في يونيو 22 والنهاردة في اجتماع لهذا المنتدى هذا الحجم أو هذا الزخم من العلاقات الاقتصادية بيعبر لنا على قد ايه في تعاون كبير بين الدولتين خصوصا إنه يمكن كان فيه عدد من الاتفاقيات تم توقعها في الزيارة السابقة حوالي اتفاقياتين وست مذاكرات تفاهم شاملت قطاعات مختلفة سواء التعليم سواء الرياضة المالية التبادل الجمارك الضرائب يعني فيه ملفات تم فتحها والتحرك عليها لما نعرف إنه أكتر من 700 شركة مصرية موجودة لها أفرع في عمان فده برضو يورينا قد ايه حجم العلاقة الاقتصادية ما بين مصر وما بين عمان في هذه المرحلة ويمكن النهاردة برضو هيكون فيه عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات هيتم توقعها هيمكن زي ما حضرتك قلت فكرة إنه كان مصر أو سلطانة عمان يعني بيتفقوا أو بيصيروا حسب نفس النهج يعني إن كان مصر أو عمان يتبنوا نهج أن الحياد لن نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤون الداخلية للبلاد أيضا حتى على سياق أو على سعيد الملف الاقتصادي زي ما حضرتك قلت يمكن العلاقة بين مصر وسلطانة عمان يعني ضربة في العمق والقدم الحضارة المصرية القديمة وأيضا الحضارة العمانية وسجل بالفعل على جدران المعابد التبادل التجاري بين الحضارتين بما إننا نتكلم دلوقتي عن الملف الاقتصادي وهذا التبادل التجاري القديم الحقيقة كل دولة منهم لها في عندها مزايا تنافسية الحقيقة يمكن حتى ونحن نتكلم عن عمان هي سلطانة عمان هي اقتصاد ناشئ وأيضا في العديد من المزايا والفرص بالطبع كمان مصر هي أكبر سوق عربي ونكلم عن عدد السكان إزاي ممكن بيحصل هذا التبادل التجاري وإزاي ممكن ونكلم عن الملف الاقتصادي هي يجب أن تفيد كل دولة أخرى وتستفيد أيضا حجم فرص يعني هو كل دولة بتستعرض حجم الفرص الموجودة عندها ويمكن ده شفنا في اللقاءات السابقة سواء كان الاجتماع اللي حصل في القاهرة خاص بمنتدى رجال أعمال المصر العماني اللي تم في القاهرة ويمكن مصر عرضت فيها الفرص الموجودة عندها سواء في المشروعات الجديدة أو سواء في شرق بورسعيد أو في العاصمة الإدارية أو في العالمين الجديدة الفرص الاستمارية في الطاقة المتجددة ويمكن فيه مشروع من المشروعات المهمة الخاصة بالطاقة المتجددة تم العمل عليه لإحدى الشركات العمانية تم التوقيع على هذا المشروع يمكن برضو فيه كمان خاص بالتعاون في مجال الصناعات البحرية عمان من الدول اللي ليها يعني باع كبير جدا في هذا المجال مصر عندها تطور كبير جدا في الصناعات البحرية حقيته في خلال الفترة اللي فاتت ونجحت فيه يمكن ده شفناه في الاتفاق اللي تم ما بين الدولتين في قطاع النقل البحري خليني أقول حضرت كمان أنه عمان الاستقرار اللي هي بتنعم به والفرص أو المميزات اللي بتطرحها لرجال الأعمال ده اللي شجع على زيادة عدد المستثمرين المصرين اللي موجودين في عمان وده اللي مخرجات وإحنا دايما بنقيمها من خلال الأرقام نحن بنشوف حجم التبادل التجاري بين الدولتين هو ده اللي بيقول النتيجة الحقيقية صحيح يعني منظور إيجابي ولا لسه متوقف عن النقطة حجم التبادل التجاري مليار ومئة مليون دولار لعام 2022 إذا ما قررناه بالسنة اللي فاتت كان واصل لسة مئة وخمسين مليون دولار أعتقد أن الزيادة تفوق الخمسة وستين في المية ودي زيادة متوقعة نتيجة التوافق اللي حاصل ما بين الدولتين نتيجة أعمال اللجنة المشتركة كمان اللي كان لها اجتماع مهم جدا شهر يناير من العام الماضي هنتابع كل ده بالتفصيل لكن خلال روح كمان نشوف الاهتمام اللي حاجت عليه وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة وتحديدا بسبب هذه الزيارة من قبل الإعلان عن هذه الزيارة وأثناء الزيارة ومازال برضو وسائل الإعلام بتتكلم عن هذه الزيارة المهمة صحف العالمية اهتمت اهتمام كبير جدا بزيارة السلطان هيثم بن طارق الأولى إلى مصر وأبرزت الصحف أهم الملفات والقضايا الرئيسية المطروحة على إجندة القمة في القاهرة يعني الصحف العمانية وصفت الزيارة بالتاريخية لأنها بتترجم العلاقات الرزخة بين مصقة والقاهرة خاصة أنه فيه توافق فيه الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية خالي نتبع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرداني ركزت الصحفة العمانية على زيارة السلطان هيثم بن طارق ألسعيد سلطان عمان إلى القاهرة ووصفت جريدة الرؤية العمانية في افتتاحيتها بقلم رئيس تحرير حاتم الطائي الزيارة بالتاريخية وإنها بترجم العلاقات الرسخة بين مصقة والقاهرة وأكدت الافتتاحية أن مصر وعمان صاحبتها مواقف متطبقة ورؤى سياسية مشتركة إزاء العديد إن لم يكن حول العالم وده بينبع من الإيمان العميق بمدى حرص البلدين على التطور والازدهار ومصالح الشعوب والتزاماً بنهج الحياد الإيجابي والسعي المشترك نحو التنمية التي تعود بالنفع على الشعوب واعتبرت جريدة الرؤية إن هذه الزيارة تمثل دفع جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين عمان ومصر وبتنطوي على أهمية كبرى سياسياً واقتصادياً وستعود فوائدها بالخير العميم على شعوب المنطقة أما صحيفة عمان فأكدت إن زيارة سلطان عمان إلى مصر تأتي في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدة أن الزيارة تأتي في ظل التنسيق العربي بين عمان ومحطها وتعميق التعاون مع القاهرة وذكرت صحيفة الوطن العمانية إن زيارة سلطان عمان الحالية تستند على العلاقات الوطيضة خاصة عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي عمان في يونيو 2022 وتم محنها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات تعزيز المنفسة وترويج الاستثمار زي ما تبعنا مع حضرتكم في هذا التقرير الإشادة الواسعة من الصحف العمانية بهذه الزيارة إلى مصر هارجع تانين حضرتكم مرة تانية دكتور هذه الإشادة من الصحف وردود الأفعال كيف تقرأها؟ يعني خلينا أقول حضرك أنه يمكن الوصف بأنها دي زيارة تاريخية يمكن ده وصف مهم جدا لأنه وصول جلالة السلطان إلى القاهرة وتبادل كمان أرفع الأوسام بينه بين الرئيس المصري هو ده اللي بيورينا قد إيه في قوة في هذه الإعلاقة وما بين الدولتين سحي ممكن كمان فكرة الصحف في فندم هي أكثر هي كمان نبض الشارع يعني الصحف كمان تنقل فكرة أنه الشعبين إن كان المصري أو العماني إحنا ده شفناه كمان دايما لما بيبقى فيه زيارة ما بين أو زيارات ما بين القادة لما بيتم يمكن الصحف دايما بتبقى حريصة على أن هي تنقل الحالة الموجودة داخل الدولة سواء كان على مستوى القيادة أو على مستوى الجماهير ويمكن ده واضح في الصحف العمانية وأيضا في الصحافة المصرية في الصحافة المصرية برضو مهاردة فيه احتفال كبير جدا من منذ الأمس بوصول جلالة السلطان للقاهرة وده زي ما حضرتك ذكرت أنه بيعبر عن الحالة الخاصة بالشعوب وأيضا الخاصة بالمسؤولين السياسيين على مستوى الدولة خلينا أقول لحضرتك أنه الإعلام نفسه وحرصه الشديد على متابعة كل تفاصيل الزيارة ده دليل على أهمية هذه الزيارة وفي هذا التوقيت بالذات نحن عندنا أزمات كثيرة جدا يمكن لسه منتهي القمة العربية في جدة القمة كان لها مجموعة من المخرجات المهمة جدا مهم أن يبقى فيه تنسيق دائما بين الأشقاء العرب للتنفيذ هذه القرارات فيه رؤية واضحة ما بين مصر وما بين عمان خاصة بالقضايا الفلسطينية وأيضا بالنسبة لي الوضع في السودان وأيضا بالنسبة لي التطور الكبير جدا الخاص في أو اللي حدث في ملف السوري عمان زي ما يمكن حضراتكو وذكرت ويمكن من البداية قلنا أنه عندها موقف مهم جدا وهو موقف الحرص على أن يكون في حالة من الاستقرار والأمن في المنطقة العربية وده يعني بيحقق دايما نتاج إيجابية لأي ملف من الملفات اللي بيتم التحرك فيها عظيم في لجنة مشتركة زي ما كنا بنتكلم من شوية بتجمع بين مصر وسلطانة عمان وكان آخر اجتماع لها الاجتماع رقم 15 في يناير من العام الماضي وتم توقيع عدد كبير جدا من مذكرات التفاهم في مجالات عدة في مجال التعليم في مجال الإعلام في مجال الرقمنة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية أهمية وجود لجنة مشتركة بين مصر والسلطان شوف خليني يمكن عايز أقول حضرك أنه يمكن النهاردة كمان في الاجتماع لهذه اللجنة في التوقيت الحالي في اجتماع لهذه اللجنة الأهمية اللجان دي أن هي دايما بتبقى بتعمل حالة متابعة مستمرة لما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة وبتحرس على تطوير هذه العلاقة ويمكن دي من ضمن مخرجتها أو من الآثار الإيجابية اللي أثرتها الحرص على استمرار هذه اللجان ويمكن زي ما حضرتك ذكرت النشاط اللي حصل في الفترة الأخيرة من هذه اللجنة هو اللي كان نتيجته زيادة حجم التبادل التجاري يمكن شوفنا ده في اتفاقيات اللي تمت سواء كان في مجال الشباب والرياضة أو في مجال التعليم العالي أو اعتماد الشهادات الأهلية بين الدولتين للمؤسسات التعليمية بين الدولتين في مجال صناعة الدواء فيه تطور كبير جدا في الملف ده في مجال صناعة النقل البحري فيه تطور أيضا حصل في خلال الفترة الأخيرة النهاردة هنشوف اتفاقيات أخرى يمكن وزارة المالية هيتم توقيع يعني كانت تم توقيع اتفاقية أو بالأحرف الأولى النهاردة هيتم تنفيذ بقية البنود الخاصة الاتفاقية الخاصة بازدواج الضريبي عايز أقول حضرتك أنه الاجتماعات الخاصة باللجانة المشتركة بيبقى أثارها إيجابية بشكل كبير جدا لأن هي تم دراست فيها أما العقبات الواجهة التحرك في الفترة السابقة أو التحرك على ملفات جديدة في الفترة القادمة ودي يمكن أثارها نشوفها في الفترة في نفس السياق كان حصلت مباحاتات بين سيادة الرئيس وسلطان عمان بخصوص سبل تبادل التجارب والرؤى المتعلقة بتحقيق التطوير المؤسسي أيضا تحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين رؤية حضرتك لدي نقطة يمكن هذا حصل بالأمس كان فيه زيارة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الوفد العماني المرافق لجلالة السلطان هيسم وتم فيه متابعة التحرك اللي حصل في الجهاز الإداري للدولة مصر عرضت تجربتها في التطور الخاص بالجهاز الإداري وكيفية اختيار العناصر والمنافسة وتحقيق المنافسة بينهم واختيار البرامج الجديدة ويمكن هذا مهم جدا بالنسبة للدولتين الدولتين عندهم رؤية خاصة بالتنمية المستدامة مصر عندها رؤية خاصة بالتنمية المستدامة 20-30 عمان عندها رؤية وضعتها خاصة بـ 21-25 و21-40 يمكن دي الرؤيتين دول الخاصين بالتنمية المستدامة فيه ملفات كتيرة جدا فيهم تم التحرك عليها خاصة بالجهاز الإداري لأنه تطور الجهاز الإداري بيبقى ركيزة أساسية لأي تحرك لأي دولة في اتجاه إحداث حالة من النمو لو كان فيه عقبات داخل الجهاز الإداري فبتعيق بشكل كبير جدا التحركات سواء كانت لسسمرات سواء كانت تحركات على المستوى التنمية المجتمعية كل ده بيأثر فيها الجهاز الإداري لذلك ملف الجهاز الإداري بيعتبر من الملفات المهمة والركيزة اللي بيتحرك عليها أي رؤية للتنمية سواء كان في مصر أو في رومان عظيم دكتور خلايا متفقيني أن فيه هدوء واستقرار نسبي في العالم العربي خلال الفترة الماضية هدوء الأوضاع في اليمن بشكل كبير جدا عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية ومساعدتها في عودة الأوضاع السياسية مرة أخرى خلال الفترة القادمة لكن مازال هناك قضايا موجودة على السياحة مازال هناك أزمات في المنطقة سواء في سودان في ليبيا نجد القضية الأم للعرب وهي قضية الفلسطينية إزاي شايف هذا التوافق والتطابق في الرؤى ما بين مصر والسلطانة ممكن ينعكس على مثل هذه القضايا يعني خلينا أقول حضرتك أنه يمكن التطابق في الرؤية ما بين مصر وما بين سلطانة عمان في الملفات السياسية كان سبب أساسي في حالة الأزمة الخاصة بالقضية الأزمة السورية ويمكن ده كان برضو ليه دور كبير جدا في الوصول إلى أن نحن نوصل ليه قمة عربية كاملة العدد في القمة الأخيرة وده نقطة إيجابية أو مؤشر مهم جدا بيخلينا نقول أنه ممكن إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يحصل عندنا حالة استقرار في المنطقة العربية ولكن يمكن زي ما أنت حضرتك ذكرت كده اللي هو إحنا عندنا ما زال هناك ملفات يعني في حالة عدم استقرار فيها سواء كان في الملف السوداني أو في الملف الليبي أو في الملف الفلسطيني وخصوصا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم بالنسبة للمنطقة العربية مصر وعمان يمكن عندهم ثوابت أساسية في هذه القضية القضية الفلسطينية وهو ضروري تحقيق سلام عادل وشامل بشكل حقيقي على الأرض وليس مجرد التحرك باتجاه عملية السلام لمجرد انعقاد اجتماعاته يمكن مصر دايما بتؤكد على هذا الجزء وإذا كان هناك رغبة من المجتمع الدولي في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يكون هناك حل جزري لعملية السلام مصر بتتحرك في القضية الفلسطينية بصفتها أنه دي القضية الأساسية بالنسبة للمنطقة العربية وإذا تم حل هذه القضية سيحدث استقرار في المنطقة العربية بشكل كامل ويمكن ده بيتطابق أو بتتطابق فيه الرؤية بالنسبة لرمان رمان لها دور وعلاقات مع الأشقاء في السودان مصر أيضا حريص على أنه ملف السوداني لابد أن يحدث فيه تقدم بشكل كبير نحو الاستقرار لأنه الخاسر الأكبر في هذه العملية هو الشعب السوداني من هذه الأزمة وأيضا المنطقة العربية ستتأثر سلبا ستحدث يمكن حسب وصف الرئيس في كلماته أمام القمة قد تكون هناك كارثة نتيجة عدم استقرار السودان ستصل أو أثار هذه الكارثة على المنطقة بالكامل لذلك يجب على الجميع أن يتفق أنه لا بد من الوصول إلى اتفاق وإيقاف يمكن إحنا النهاردة بنتكلم على هدنة موجودة النهاردة تبدأ أثارها نتمنى أن يحصل هذا ويبدأ التحرك مرة أخرى في اتجاه الحل السياسي مصر وعمان شايفين أنه أي قضية موجودة على مستوى العالم أو في المنطقة العربية لا بديل عن الحل السياسي لأن الحلول العسكرية دائما أثارها بتيبقى سلبية بشكل كبير جدا سواء على الدولة وممتلكتها أو على الشعوب كمان ومقدراتهم أو على القضية نفسها لأن بتتشرزم القضية بيحصل تحرك خارج الإطار الطبيعي نحن النهاردة يمكن مصر وعمان أيضا بيتطبق رؤيتهم أنه لابد من حل كافة الأزمات والقضايا العربية داخل المنطقة العربية وليس خارجها صحيح فندم توقعات حضرتك لمخرجات هذه الزيارة بشكل عام وأيضا هذه المخرجات كيف ستنعكس على البلدين؟ يعني عايز أقول حضرتكو أنه إن شاء الله بإذن الله يعني الزيارة اللي هتنتهي اليوم هيكون لها أثار إيجابي بشكل كبير جدا خصوصا أنه يمكن فيه لقاءات تمت ما بين الوزراء وفيه اللقاء اللي حصل القمة اللي تمت بالأمس ما بين سيد رئيسه وما بين جلالة السلطان تم فيها تبادل ورؤى في عدد من الملفات خصوصا الملف الاقتصادي والملفات السياسية الفترة اللي جاية هيبقى فيه تحرك بشكل كبير جدا ما بين مصر وما بين عمان خصوصا هم اتفقوا على ضرورة أن يكون فيه تحرك على بشكل إيجابي على يعني بشكل أكثر قوة على ملف الخاص بالأوضاع في ليبيا لأن استقرار الأوضاع في ليبيا هيحقق استقرار بشكل كبير جدا في المنطقة وأيضا مساعدة الأشقاء في السودان على الخروج من المأذق اللي موجودة في السودان القضية الفلسطينية يمكن فيه تحركات بالتعاون مع الشركاء الدوليين أو المنطقة الأشقاء في المنطقة العربية للوصول إلى حل كامل لعمليات السلام في الشرق الأوسط كل الشكر ليك يا فن مشارفتان ومحتنى دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجالة أكتوبر وبوابة دار المعارف ألف شكر لحضراتك شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر